تعالوا نشوف مسيرة سوارش مع النادي الاهلي مسيرة كان فيها بعض الانتصارات وأكيد بعض الخسائر والتعادلات تعالوا نشوف سوارش تولى تدريب النادي الاهلي 1 يوليو 2022 وقضى مع الفريق 60 يوما حتى تمت إقالته اليوم الـ 31 أو 30 شهرين قضى سوارش الاهلي في 17 مباراة حقق الفوز في 9 فقط وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات منطقي وطبيعي تعالوا نشوف في 2 يوليو الاهلي فايز على بيتروجيات 2-0 في نصف نهاية كأس مصر وخمسة يوليو الجونة والنادي لقاية عدلات سلبيا وبعد كده الاهلي فايز على فيوتش 4-0 وخسر من براملز 2-0 وخسر من الزمالك 2-1 في نهاية كأس مصر 2020-2021 نشوف اللي بعد بعد كده فايز على الجونة 2-0 وفايز على المقاصة 1-0 وتعادل سلبيا مع المقاولون العرب وتعادل سلبيا مع فاركو بعد كده كسب الاتحاد 3-0 وفايز على المصري 2-0 وفايز على المقاصة في دور 16 من كأس مصر 1-0 بصعوبة في اللحظات الأخيرة تعادل سلبيا مع أسن كامباني وتعادل سلبيا مع الإسماعيلي وفايز على أمبي 2-0 وطلع الجيش فايز عليه 1-0 وفي آخر المشوار فايز على السرامية كلوباترا النادي الأهلي 4-0 دي نتائج سوارش مع النادي الأهلي جي الحكاية بتاعت سوارش